أكدت مصادر حقوقية اختطاف ميليشيا الحوث لمئات المواطنين من شوارع وحارات مدينة صنعاء على خلفية إحيائهم الذكرى الواحدة وستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ورفعهم الأعلام الوطنية وشهدت صنعاء وإب ومدن يمنية أخرى عشية ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر شهدت احتفالات شعبية واسعة رغم رفع المشاركون فيها الأعلام الوطنية ورددوا هتافات وأغاني سبتمبرية وأجابت سياراتهم شوارع المدن متحدين القمع الحوثي والانتهاكات وقال المحامي عبد المجيد صبرى إن ميليشيا الحوثي نفذت حملة اختطاف واسعة بحق الشباب المحتفلين بذكرى ثورة سبتمبر الليلة الماضية ومساء أمس الأول وزجت بالمئات منهم في سجون أقسام الشرطة والمناطق الأمنية الخاضعة لسيطرتها وأضح سبرا في منشور على حسابه بفيسبوك أن عدد المختطفين في أقسام الشرطة بصنعاء يصل إلى ألف شخص من بينهم عشرون مختطفا محتجزين في قسم جمال جميل بمنطقة التحرير والذي غيرت ميليشيا الحوثي اسمه إلى قسم أبو حرب المنصي وأشار سبرا إلى أن اليمنيين كسروا حاجز الخوف وينتظرون ساعة الخلاص من الإمامة الحوثية التي أعادت اليمنيين إلى عصور الاستبداد والعنصرية والخرافة والتجويع الممنهجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر